مرحبا بكم جميعا مرحبا بكم باللقاء المفتوح مرحبا بكم أنا جدا ممتن لوجودكم هنا وضمامكم معنا فمرحبا سرياس بغير تثوين نبضة تعرفية عني نعم أحب ذلك كثيرا معنا الليلة الميسر الممتع راين تي وراين تي هو ميسر معتمد في اكسس كونشسنس لمدة 12 سنة الحال الحين ممكن من 6 إلى 7 سنوات أنا ميسر معتمد معلش عندي بس شيء غلط هنا لحظة هنا وينك رجعت من جديد أنا ميسر معتمد من 2016 ممكن من 7 سنوات ولكني بديت أني أعمل اكسس من 2012 فهذا كملتها الحين 12 سنة واو أنت قديم مثل القدم كيف ممكن يكون أفضل راين أيضا هو مايسترو وميسر التروعات الحقيقة وميسر متقدم في الأعمال بطريقة مختلفة وميسر التخاطب مع الكانونات وهناك شيء أيضا كم لي كم لي كما كانت تشتغل كان عندي أشياء كثيرة مشاكل وكنت غير سعيد فالمال كانت أكبر مشكلة أو تواجهة حياتي فمن بعد كده كنت أبغى حقيقة أغير حياتي فظلت أبحث عن أشياء وعن كلاسات وأي مصادر متوفرة قدامي اللي ممكن تغير حياتي ونوعا ما وجدت أكسس وخليني أقول أنه أكسس هي اللي وجدتني فكلنا وجدنا بعض فناس كثيرين منكم كنتم تبحثون عن تغيير وبدين لقيتوا أكسس وبدين أكسس أيضا دايما ينظر ويبحث عن ناس مثلكم اللي يبحثون عن تغيير حقيقي فأنا وجدت أكسس دا كل واي ولما أنا حضرت أول كلاس مساعات الواعي ما كنت أعرف إش قاعدين يساون فما حسيت بأي طاقة فأنا كنت حقيقة أنا أتذكر أني أنا كنت الشخص الوحيد في الكلاس اللي ما حسيت بأي طاقة كان في مشاركين ثانين حضروا كثير من التدريبات والكلاسات ومدارس روحانية كثير فأنا كنت الوحيد اللي كنت متواجد وأقول لي إلهي أنا الوحيد اللي أنا حسيت بالطاقة والطاقة مرة كثيفة وأنا كنت أقول إيش قاعد تساون ما أنا قاعد أحس بلولة شي فأنا كنت بالسر قاعد أحكم عليهم أقولهم أنتم تدعون هذا الشيء هل أنتم كذابين هل أنتم مجانين بعدين في شيء واحد عني أنا ما استسلم فأنا ظليت أعمل ثلاثات حتى لو أني ما حسيت بالطاقة فظليت أعمل ممارسة مع أي إن كان موجود وأي إن كان يبغى يستقبل مني فأيضا استخدمت الجملة التوضيحية وكلكم تعرفون في ذاك الوقت أنا عملت أشياء عملت توضيحات للنفس أي شيء يبعدني أنا ما أنا قادر أستشعر الطاقة بشكل يفر وأعمل بعدين شوي شوي صرت أقول أوكي أنا ممكن أني أنا حس بالطاقة أوكي بعدين الشيء ثاني بدأ شغلي بدأ مخي يقول لا 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 أنت قاعد تدعي هذه الأشياء قاعد تتوهم بعدين صار عندي مشكلة ثانية علشان أتجاوض فالمشكلة الثانية هي أني أنا كن دائما أشكي بنفسي وأنا متأكد أن كثير منكم في هذه المرحلة أو أنكم قاعدين تتوصلون أنكم ما تجدون تستشعرون الطاقة بعدين تستشعرون الطاقة بعدين أنتم تسكون بنفسكم وتترددون وبعد كده بدأت أثق بوعي وبعدين بدأت أستخدم أدوات أكسس وبدأت تتغير حياتي تتغير حياتي تتغير حياتي ولكن هنا لازم تجي لكن لكن هناك كثير أشياء تغيرت في حياتي ولكن ولكن ليس جزء النال كم منكم كم منكم خاليا مشكلتكم الخالية إذا كانت عندكم مشكلة ممكن تكون مشكلة مال ممكن مشكلة جسد ممكن مشكلة علاقة أي أن كان ممكن لهذا السبب أنكم تبحثون عن تغيير وتبحثون عن إمكانات مختلفة وعشان كده لقيته أكثر الشيء المضحك هو أنه أي أن كنتم قررت أنه هذه أكبر مشكلة لكم هذا هي الشيء اللي أنتم ما تبغون تغيرونه بشكل يسير هل هذا يبدو منطقيا بالنسبة لكم هناك الكثير منكم ما تظهرون وجهكم إذا أنتم حابين مو لازم تورروني وجهكم راح يكون كويس بالنسبة لي علشان أقدر أشوف شلون شكلكم مين قاعد أتكلم معه أوكي 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 إذا كنت تبغين تقولين شيء أنا أشوفك أنا مكتوم أنا أقول نعم إني أنا فهم أوكي أوكي نستخدم الجملة توقيحية علشان نبدأ نغير أشياء كثيرة في الحياة حتى لو كنتم موجودين هنا أوكي من هذا الشخص اللي اسم رايان تي أنه ممكن أنه نغير شيء أوكي إذن وينكنت خليني أشوف إيش كنت تتكلم عن النوع الحين أوكي الموضوع عن المال لما أنتم قررون إيش أكبر مشكلة بالنسبة لكم راح يكون عندكم كثير وجهات صدر لأنها هي أكبر مشاكلكم ما راح تتغير بسرعة أوكي هي تعريفكم الخاصة أنتم تعرفون إيش هي أكبر مشاكلكم وبعدين تخلونا أصلا صعبة عشرة تتغير وكل مرة أنتم عملتوا تعريف أنه هذا شيء أكبر مشكلة وأنه هذا شيء صعب وأنه مستحيل أن يتغير وتقولون يلا حظ سعيد إذا قدر تتغير هل أن ندمر ذلك ونعتم خلق ها إذا العديد من الناس خلينا نقول أنه جول الأكثر معهم مشاكل نالية بعدين لقوا أشياء تتغير في حياتهم وتقولون أوه أنا عندي يسر في هذا الجزء من حياتي وهذا يسر كثير في جزء في حياتي والناس يعطوني هدايا وفي أشياء حلو لا يقبلوا المال إذا كان ما زال لديكم خلينا نقول أنه مثال المال إذا كان عندكم كثير تغيير تخص المال أو تبقوا نصير أثري هي بالأساس مستحيل للكون المكاعد يساهم لكم عشان بعدين تحولت من أن المال أكبر من مشاكلي وأنني أنا كنت أتشكه وأنني ماني قادر أخلق حياتي أو أخلق أعمالي بعدين بدأت أني أخلق المال وبعدها صرت أخلق أكثر وأكثر وأظن أنه في ناس كثيرين منكم إذا كنتم في جروب التليجرام شفتوا الفيديو من هو راين تي لما يتكلمون عني أني أنا مليونير أنه هذا الشيء مرة ومتحك أني أتكلم عن نفسي بهذه الطريقة ولكن أنا استخدمت أدوات أكسس بدأت تغير حياتي بشكل كامل خصوصا في المال فلما الناس تسمعني أني أتكلم عن هذه الأمور وأقول حقا هذا الشيء حقيقي لأن سمعنا قصص كبيرة ولكن أحيانا تقولون أنا ما أنا يعرف هذا الشهر ولكن من نسب لي هذا أنا وبعض كم قابلني من قبل في بعض الكلاسات فالناس بدأوا يسألوني إيش سريك إيش سويت بلا 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 بعدين أنا سعيد أني أجاب أي سؤال يخص المال والأعمال عن الأكسس أو أي شيء إذا خلأ أقول لك بعض الأسئلة التي كانوا يكتبونها في التشات أحد التعليقات وهي هذا شيء مرشاعة أنه أنا اخترت بس أنه ما هو قاعد يشتغل إيش أثوي لا 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 أنا حتى ما عارف من كتب هذا شيء لا تكذبون على نفسكم حسنا 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 الكتب حسنا أخبر هذا شيء حسنا أن الاختيار أنا أحب الناس لما يقولون أنهم اختاروا شيء ولكن مختاروا هم يدعون أنهم اختاروا شيء يكون عندي جسد صحي مثلا بعدين إذا أنتم شفتوا أسلوب معيشتهم بناء على أسلوب معيشتهم اللي يختارون بكل لحظة في كل يوم إيش قاعدين نسوون إيش قاعدين نختارون فممكن أنهم يعملون أشياء كثيرة ما تساهم لهم أنهم يحصلون على جسد صحي فبناء على أفعالك راح تعرف إيش قاعدين تختارون أوكي في ناس كثيرين يقولون أنا بغلت تصير تري باللحظة الجاية إيش قاعدين يضيعون فلوسهم وقاعدين يشترون أشياء غريبة عجيبة أوكي فالاختيار ليس عندنا بفمكم وتكونوا تختارنا في ناس بالنسبة للبشر أول ما يفتحون فمهم يكذبون على الطوش فانظروا لأفعالكم بعد أن الشيء الثاني هو إذا قلتم أنا اخترت ليكون عندي أموال بهذه الطريقة الكثيفة القوية من الممكن أنكم أنتم ما اخترت ومن الأغلب أنتم ما اخترت في ناس اللي يختار المهم أوكي أنا اختار هذا شيء طبعا أختار في ناس اللي ما يختار هذا الشيء لازم يختار طاقة مختلفة وكثافة عشان يثبتون أنهم يختار أنا اخترت أني أكون غني أنا أحب الأموال بعد المال يقول لا أنتم ما تحب أنا أستطيع أن أستشعر هذا الشيء فمثلا أن زوجكم أو حبيبكم أو حبيبتكم أن يقول لكم أنا أحبك هل ما تفهم هذا الشيء بهذه الضريقة أنكم أنتم تثبتون أنهم يحبون أنكم تقولوا لا 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 أتحبون أوكي فكم منكم أنتم ما تختارون المال أنتم ما تختارون أنكم تحصلون على المال أرجوكم لا تخكمون على نفسكم أن نيتي أني أتكلم عن هذا الشيء أنتم مستعدين أنكم تكونوا صادقين مع أنفسكم أنكم صادقين أنكم تفهمون إيش هي خياركم الحقيقي لما تكونوا صادقين مع أنفسكم راح تقدرون تغيرون حياتكم فنقول موضوع المال في ناس عندكم أحكام عن المال وتكرهون المال وبشكل سري أنتم تتحاربون عن موضوع المال في مخكم المنطق وتقولون أنا أحب المال أنا ما راح تستكشفون وش قلت أنكم أنتم تكرهون المال ولكن إذا أنتم موقفتوا كذا بقى أنفسكم وتبدأون تفهمون أن أنا قلت أني أبغى أكون غني ولكن أنا كثير عندي أحكام عن المال أنا أكره المال بهذه الطريقة يا إلهي بهذه اللحظة أنتم ما تخبون هذه المحدوديات أنتم تقولون واو إيش هذه التي تختارونها على الحين ممكن أنكم تختارون تنظفونها توضحونها تختارون خيار مختلف وتبدو تغيرون حياتكم فكل مكان أنتم ما تختارون المال بقص أنكم تدعون أنكم تختارون المال وهذا يعني أنتم تكذبون على أنفسكم هلأ ممكن أنكم تدمرون ذلك تعلمون خلقة وتعطمون أنفسكم فرصة أنكم تفهمون وين أنتم تجنبون المال وتكرهون المال والآن اسمحوا لهذا الأمر أن يتغير وفي كثير من ناس كثير منكم جيدين في الكذب على أنفسهم كم أنتم جيدين في الكذب على أنفسكم كثير من أنتم يضحكون تعرفون أوه يا إلهي أنا أكذب على أنفسكم كلكم تعرفون أنكم في أحد قاعد يكذب على أنفسكم فكم منكم أنتم جيدين في الكذب على أنفسكم وهذا بضط أي كان أنتم قلتم تغيرون وأنتم غيرتون للحين كل ذلك وأكثر هلأ ندمر ذلك ونعدم خلقه رايرون قرب بارباك او نا شو باي إذا أنا نستطيع أني أسمع نسير كوكو ممكن تعملين عشان ما يصير صوت صدق إذا كان عندك سؤال تسألي عندك أي سؤال وعندك شي تبعا تقوليني إذا مرحبا بكم في هذا الزوم لما أنا نتكلم عن الصدق مع ذات ما كنت توقعون هذا صح أنا فعلت هذا الشيء وأنا أتذكر هذا الشيء أني كنت أبت على مسي قبر في أول سنوات الأولى لما عملت بسبب المال ما يتغير في حياتي أنا رحت للميسر هناك وسألتها ليش المال ما يتغير في حياتي ليش أنا أشوف كل الناس قاعدت تتغير واقعهم المالي وأنا ما يتغير بعدين قالت إذا في أشياء ما تغير لابد وجود الأكاذيب في مكان ما فالأكاذيب ممكن تكون أنكم ما زلتم دافعون عن خليني ندافع عن الفقر ندافعون ضد المال لأي سبب من كان وهذا ما يهم فنعم كونوا صادقين مع أنفسكم جدا لأن هذا جدا مهم عشان تعملوا تغيرات سريعة في حياتكم أتمنى أن هذا يساعدكم شكرا هذه مساهمة عظيم وشكرا في كثير هذه الطاقة التي تتطلع فيما يتخص الأكاذيب ماذا تتحدث عن أنا عملت أكسس كيف أكدب على نفسي أنا الوعي كيف أكدب على نفسي شكرا لك لحظة 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 على البال تتكلمت عن شيء إذا عملتوا أكسس معناهم تغيرتوا هذا خبر عادل هذا لا يعني أنه أكسس تشتغل لا أكسس كيف تشتغل بشكل سحري جميل ولكن إذا أنتم ما خطرتوا أنتم تتغيرون حتى لو كان عندكم أكثر أدوات جمالا فأنتم رح تتغيرون فكروا في كل الأرض أغلب الناس ما سمعوا عن أكسس أن أكسس قاعدين مو يزدهر ولكن أغلب الناس ما يعرفون عن أكسس في ناس كثيرين ما حاضروا أي كلاس عشان يغيرون واقعهم المالي أو شي ثاني ولكن ما زالوا يخلقون حياتهم ويعملون تغيرات الأشياء التي تتشتغل وحياتهم تتوسع أكثر وأكثر وأكثر ليه لأن هم اختاروا فالناس اللي يختارون حتى لو ما كان عندهم هذه الأدوات الجميلة اللي إطمعها أكسس ما زال عندهم يقدرون يغيرون حياتهم خلال اختاراتهم وللناس اللي هم ما يختارون حتى لو أعطيتهم أكثر الأدوات جمالا ما يزالون متمسكين بمحدوديتهم ويتشكون أنه أشياء الدنيا هم ما تتغير فإذا أنتم اخترتهم كنت تتغيرون وإذا أنتم ما عملتوا هذا الاختيار عشان تتغيرون مع هذه الأدوات حتى اللي قاعد تشمل أشياء خارج عثر أن تعلمنا أشياء كثيرة في حياتنا بعض أشياء مفيدة أشياء غير مفيدة بناء على الموقف إذا أنتم اخترتهم فإنه كل شيء ممكن نساهم لكم كل شيء أنتم تعلمتوا من قبل ممكن أن نساهم لكم الآن فما هي الخيارات اللي أنتم تجنبون ها ووو وكم من الطاقة اللي أنتم تستخدمون علشان تجنبونها هذه الخيارات كل ذلك وأكثر عدد لمدة نمرات هل تدمرون وتعدمون خلقه راي 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 وانا أستشعر أنه مو كثيرين منكم يحب هذا المحادثة لأنه في ناس يقولون أوكي أني أكون صادق مع نفسي أوه هذا شيء مرة صعب سوف أعطوني لحظة عشان خلي الأمور أكثر بساطة كم من الطاقة اللي أنتم تتخدمونها عشان تبقون تكذبون على أنفتكم وما تغيرون الشيء اللي أنتم قلتم تبقون تغيرون كل ذلك وأكثر هل أنوا تتدمرون وتعدمون الخلق عدد لم تترمون مرة راي 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 خلينا عملها مرة ثانية فقط للمتعة كم من الطاقة اللي تستخدمونا عشان تستمرون تكذبون على أنفتكم وما تغيرون الشيء اللي كنتم تبقون تغيرون عدد لم تترمون وما تتعلمون خلق راي 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 ما أظنم هدا كم من الطاقة اللي تستخدمونا اللي تتخليكم تستمرون تكذبون على نفسكم وما تغيرون الشيء اللي قلتم راي 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 واؤك. وأنا بديت أثير أهم على الحين كيف يكون أفضل؟ إذن الشيء الذي أفهمت الأشياء التي تقولها أولاً أن الخيار أننا نعمل أننا نعمل الخيار والخيارات المتتابعة أن تكون أفعالنا متزاعة من الأشياء التي سألناها هذا الشيء وإضافة لذلك الفكرة أن نكون سعطيم مع نفسنا بشكل مرة كبير نعم لازم نكون سعطيم مع نفسنا ولما أنت ذكرت الصدق هل هذا يعني أن تكون شفافية وتعريب وتوكل؟ نعم نعم أنكم تكونوا شفافين معناه أنه أنتم ما تخبون أي شيء من أنفسكم خليني أقول إذا تكرهون المال أوكي كويس أنكم تعرفون هذا الشيء أنكم تغيرون أو ما تغيرون هذه القصة مختلفة ولكن على القلع ترفوا أمام أنفسكم أنه أي شيء الخيارات الحقيقية التي أمامكم وهذا الشيء حقاً أنا دائماً ما زلت أستمر أني كنت أشتغل فيه على نفسي أني ما أخذ بأي شيء على نفسي عشان أقول أوكي وين أنا ما زلت أكذب على نفسي وأنني أوقف الأمور أنها تتغير وفي البداية كانت مش سهلة أبداً كانت آه أنا لازم أني أكون صادق مع نفسي وفي المحصلة أوكي الأمور تصبح أسهل وأسهل 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 أي سؤال آخر؟ شكرا كوكو عندك أسئلة عن المال أو العمال أو هاي فقط بتأكد إذن أظن أن السؤال الثاني هو تعرف أنه في تركيزنا اللازري على شيء أنه لا يمكن أن يتغير سواء كان المال أو العمال والشيء هو أنك أنت تناظر تقرب وجهك للصفحة هل ممكن أن تقرأ الصفحة أو تشوف إيش هي إذن هل هناك شيء لخص المال؟ إحنا ما زلنا زي ما إنه شيء يشتتنا أننا ما إحنا قاعدين نناظر في الجهات الأخرى اللي حقيقة تسمح لنا أن نوصل لواعي أكثر إذا ابتعدنا شوي وابتعدنا خطوات بعيدة عن هذا الشيء سؤال أني أنا قاعد أحاول أوكي أنا فهمت الطاقة اللي أنت قاعد تسألين بها خليني أحط السؤال هو مشاكل المال بالنسبة لي 90% ليست عن المال ولكن لما يكون عندك مشاكل عن المال راح تكونون بشكل عميق أنه كل شيء عن المال وهذا فخ لما أنتم تروحون في هذا الإججاح أنه المال هي المشكلة فإن كل عقلياتكم تروح عن أنه المال هو المشكلة والمال هو الحل فلما يكون المال مشكلة فالمال هو الحل فأنتم دائما تلومون المال وتحكمون على المال بنفس الوقت تبغون أنه يجي المال ويحل مشاكلكم شكرة هذا الموضوع مجنون أوكي مو بس أنه يشتتكم عن أنكم تشوفون أو تعرفون إيش قاعد يحصل ولكن في نفس الوقت أنه عندكم مشاكل المال ولكن يجعل الأمور أكثر سوءا إذا أنا أعرف أنه في ناس عندهم أحكام عن المال وهذا شيء خوني بغض النظر من وين أنتم جايين في ناس كثيرين عندهم أحكام على المال وأحكام على الأغنياء مثلا فأنتم دائما بشكل مستمر أنكم تشترون على هذا الشيء وتعملون بارمباك وتعملون توضيح كامل عن أحكامكم عن المال وكل مشاعركم وأحاسيتكم وأفكاركم عن المال ولكن في نفس الوقت أنتم عليكم أن أنه في هذا الشيء مشاكل المالية إيش الشيء حقيقة قاعدين تعملون إيش الشيء اللي تحاولون تثبتونه وإيش الشيء اللي دعفون عنه وإيش الشيء اللي تتجنبون حسنا إذن خلوني خليني أعطيكم بعض الأمثلة ممكن أفكر هل ممكن مشاكل المالية تكون بسبب أنه عندكم ندرة في أنكم تكونوا لطيفين مع أنفسكم إذا كنتم حقيقة حقيقة تكونوا لطيفين مع أنفسكم هل راح يكونوا عندكم مشاكل مالية المايكروفون طاح خلاص إذن الناس ما يشوفون وين هم ما يكونوا لطيفين مع أنفسهم ويخلقون مشاكل ودراما وهي طريقة أنكم تعذبون أنفسكم وما تكونوا لطيفين مع أنفسكم ولكن إذا عملتوا التزام أوكي أنا ما راح أعمل نفسي بشكل سيء أو معذب نفسي بابدأ أحب نفسي تبدأ لما هو ستتغير أنا أفهم أنه أنتم حقيقة تعرفون إيش جاعة تصل إذا كنتم لطيفين مع أنفسكم وتوقفون تختارون أشياء ضدكم راح تبدعون تختارون أكثر وأكثر أشياء اللي قاعدة تشتغل مع ناجلكم وأشياء اللي قاعدة تتاهم من أجلكم ولحياتكم وممكن بعض الناس يختارون مشاكل مالية علشان يتبتون أنهم ضحايا وممكن أنهم يختارون مشاكل مالية علشان يتبتون أنهم مش كفاية بالقدر الكافي إذا أنتم نحن نحكم عن أنفسنا كثير نحن دائما نحكم عن أنفسنا نحن ما سنقفو وأنا دائما غلط هنا إذا أنتم عندكم كثير أموال فهذا ما يسمح لكم أنكم أنتم بتحكمون أموال أوكي أنا عندي أي إن كان هذا الشيء أنا فكرت أنه غلط معناه أنه يشتغل لهذا الشيء لهذا عندي أموال إذا كان عندكم مشاكل مال إذا هل أنتم تستخدمون المشاكل المالية علشان تبررون كل الأحكم اللي إنتم حكمتوها على مفسكم إ יהهه أنهم تكون حقيقية عوصات أو أعشان كذا أنا عنديM مشاكل مالية إش الغي تحاولوني تثبتونه مع المشاكل المالية اللي إنتم تختارونه كل ذلك أكثر هل không تدمرون بتاعدم الخلقة Helvet, spinal health, большин�� vícte ايش الشيء التي تحاولون تتبتونه بالمشاكل المالية التي تختارونها بحياتك كل ذلك وأكثر على تدمرون وعدمون خلقها وكل الأحكام على ذاتهم هلا ندمر ذلك ونعدم خلقها رعلا نظروا بط بط بر بق قولنا انشاء إنشاءت بوضفات وبيعوند سؤال التالي هذا كان مرة كبيرة. ما زلتم صاحين؟ ما زلتم قائمين؟ وين أنا؟ نعم بالضبط. شكرا لهذا. كأنه أنت لما كنت تتيسر الحين كأنه هل إحنا ما نقول ونعترف أنفسنا كخالقين لواقعنا وننتظر أنه المال يجي وينقذنا وينقذ البشرية أو أي كان عنده هذا المال أنه يجي ينقذنا. أوكي إذا شفتم المال كمنقذ لكم أوكي أنا قاعد أشوف أنه عندكم وجهة نظر أنه المال أعظم منكم لأنكم عم سويتوا المال أك مطر أعظم منكم هذا شيء خليه أصعب أنكم تخلقون المال ولكن كيف أن المال أعظم منكم؟ المال هو شيء اخترعون ناس المال هو شيء نستخدمه علشان نعمل سبادة كيف شيء مثل هذا يكون أعظم منكم أنتم؟ فإذا كنتم مستعدين أنكم تكونون أقوياء إذن راح تستخدمون المال عشان يحل مشاكلكم أرجوكم اسمه هذا الشيء راح تستخدمون المال عشان يحل مشاكلكم المال ما راح يجيب بشكل أوتوماتيك ويحل مشاكلكم ولكن ما زلتم تحملون كل أبكار الدراما حتى لو كان عندكم مال راح تخلقون دراما إذن هو شيء أنكم أنتم تغيرون مشاهد نظركم عن كل حياتكم كيف أنكم تشوفون الحياة كيف تشوفون أنفسكم وإلا خلينا نقول ما زلتم يكون عندكم قلة في لطف مع أنفسكم إذا كانوا عندكم كثير أموال راح تعملون أشياء جنون الناس اللي ما عندهم أموال علمالهم أنه المال راح يحلق المشاكل حياتهم ولكن كم من الأغنية اللي أتون تعرفونهم وسياسيين هوات الأعمال المشاهير وأي كان عندهم كثير من المشاكل صح عندهم كثير أموال ممكن عندهم ملايين وعندهم أيضا مشاكل كثيرة فهو ليس أنه المال راح يحل المشاكل هل أنتم ملتزمين أن يكون عندكم يسر وبهج وضحاء في حياتكم ولكن ما زلتم ملتزمين لكم تتمثقهم بهذا الجنون والبياخة والزفت ووجهات النظر في هذا الموضوع أتمنى أني أنا كنت أعرف هذه الأشياء من نشر سنة إذا كان عندي أنه عندي آلة زمن ممكن أني أرجع وأصفق نفسي وأقول أصحى لا أوقف أنك تؤمن أن المال هو المشكلة ممكن هذي فكرة التي تشعب هذه فكرة تتبزنا كنت تتخلق خط أزياء أن توقف أن تشوف المال كمشكلة نعم 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 كاري عنده كتار المشكلة ليست المال أنت المشكلة كم منكم قرأ هذا الكتار أحسن نعم لديك لديك آه آه أدك الكتاب جانب آه أرأشريت هذا الكتار سنوات كثيرة كثيرة وما قريته أنا دائما أتجنب هذا الكتاب وقع وبعدين يوم من الأيام رحت فجأة قريت هذا الكتاب ولما كنت أقرأ هذا الكتاب أقول يا إلا هو يتكلم عني هذا بالضبط قاعد يتكلم عني وليش كنت أتجنب هذا الكتاب لأني ما كنت أبغى أقر ويعترف أني أنا المشكلة في حالتي المالية ما زلت أنكر أنه أنا المشكلة وقل لا أنا أنا المشكلة المشكلة هي المال بعدين لما كنت مستعد أني أكون حاضر مع هذا الموضوع وأواجه وما عاد أكدب على نفسي قلت أوكي أنا لاتنم أقرأ هذا الكتاب أوكي واو أنا المشكلة مش المال وبدأت الدنيا تتغير وأظن أنه أغلبكم تروحون تقرون هذا الكتاب اقروا أرجوكم ممكن أنكم تشوفون أشياء مختلفة في هذه المرة أنا عاثف أنا جن يعني قاطعتك لا عادي لأي كتاب اكسف أنك تقرأ مرة واحدة هذا شيء مكافي ما رح تفهم بس أنك تقرأ مرة واحدة اقروا 120-30 مرة شكرا لتوصية وأريد أن أذكر للناس هنا أنه ممكن أنكم ترسلون أسئلتكم مو بس أنه ثريت أرسلوا أسئلتكم حتى لو بالعربين رح أرشم أسئلتكم في عندنا سؤال من ياسدورا تقول هل الاستهلاك لكل هل الاستهلاك أنه كل شيء مصاهمة نسمح للمساحة أن نستقبل أكثر كمصاهمة أنا ما فهمت السؤال هل ممكن تقولينه اشتكصدين موضوع الاستهلاك أنا عارف إيش هو الاستهلاك اشتكصدين بالاستهلاك بهذا السياق مرحبا أنا أدرك بالنساحة لما أكون مع نفسي أني أشوف أن كل شيء ممكن يكون مصاهمة وأحيانا هذا الشيء يجيب لي نساحة تسمح لي أني أستقبل كل شيء كمصاهمة وأحيانا أحس أني أنا قاعدة أخبي الإقرار واعتراف وأني أخبي المتعة مع نفسي وأن ما أعلم أنه هذا مستهبع أني أختار هذا الشيء أو لا ما أعرف كأنه أني أرجع هذا الشيء أنه نكتب على أنفسنا هل أنت حبيتها هم أنا 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 أخبيت أوكي نعم في الحقيقة كل شيء مساهمة كل شيء ممكن يكون مساهمة إذا أنت سمحت في مجالك المشاكل كيف المشكلة تكون مساهمة ماذا لو ما نظرتي للمشاكل كمشاكل ماذا لو نظرتي للمشاكل كما يسمونها هناك في إمكانات منتظرة لك أنك أنت تختارينها أو أنك تبكين الغطع كم من الغالب أنه أنتم عندكم مشاكل أنتم ترميتوها مشاكل وتبغون تغيرونها تسألون أسئلة كثيرة وتتخدمون كل الأدوات اللي عندكم وتبدأون تغيرونها وبهذا الطريق رح تحصلون على واعي أكبر أوكي فكأنه من خلال المشكلة رح تحصلون على واعي أكبر وإلا ما حصلتوا عليه أوكي ماذا لو الآن تتوقفين أنك تحكمين على هذه الأمور كمشاكل أو ما صح أو ما غلط وتسمحين للأشياء أنها تكون مساهمة فقط أنك تطرحين سؤال أيش المساهم اللي ممكن يكون هذه الأمور اللي قاعد تظهر في حياتي واو شكرا أظن أني أنا كنت أحكم كل شيء أنه أكيد أنها مساهمة أنا اخترت هذا الكلاس أكيد أنه مساهمة هو مساهمة أظهر لكيف أنه هذه الأمور تكون مساهمة أنا رح تفهم مساهمة أنت تثبرتين أنها مش مساهمة نعم هذا حقيقي بعد حقيقي دعني أقول لك مثال أني أحب النص أنا أعرف أنه جسمي يتكلم معي أنا متأكدة أنه جسمي يبقى يقولي شيء إيش اللي تبغى تقولي يا جسم لا الجسم ما يتكلم لأنكم أنك أنت تحكمين على جسمك أنه غلط ولكن أنت ما حكمت على جسمك أبدا وتكونين في مساحة من السلام مع جسد لك وتقولين أوكي يا جسدي إيش تبغى تقولي راح تحصلين على دواب شكل بوريت أحب هذا الشيء مطاحة مكتنفة شكرا 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 هذا كان جيد شكرا هناك شيء أبغى أسئله ما زال عندنا بعض الأسئلة لما أنت عملت السيمفونية كنت تتكلم عن الاسترخاء أنا بغى أشوف عن الاسترخاء إيش الاسترخاء الممكن نكون مع المال والأعمال أنا أعرف أنه سهل من القول بد أن أنا أعرفه أنه بس استرخ ممكن أنك تتكلم عن الاسترخاء أرجوك أوكي هذا موضوع كبير كبير ليش أقول أنه كبير كبير لأنه كل الناس يفهمون الاسترخاء بشكل مختلف بس أغلب الناس ما يسترخون في ناس يؤمنون بالندرة فردة الفعل بناء على الندرة أصبح أنا لازم أثبت أني أنا إنسان ذو قيمة أني أكون كويس أني أحصل على المال والفرص وأي أن كان أنتم دائماً في مرحلة الإثبات وأنتم تحاولون تحصلون على شيء إيش الشيء اللي أسوي علشان أحصل على المال أكثر فهذا الشيء ما هي للطاقة ولا الفكر اللي تخليكم تحصلون على الاسترخاء أكبر ولكن إذا أنتم حقيقةً تعرفون أنه الكون يدعمكم وليس فقط كفكرة ذهنية ولكن حقيقةً أنكم تعرفون هذا الشيء وتسمحون للكون أنه يساعم لكم أنتم حقيقةً رح تسترخون أوكي أحب أني أحصل على المال أكثر إيش الممكن اللي أكونه وأعمله علشان المال يظهرني رجوك فاهم لي فهذا الشيء أوكي خليني أعطيكم مثال آخر عشان أنتم تفهمون هذا الشيء أضرب لكم مثال فمثلاً أنكم أعزمتوا أحد عشان يجي بيك أنه عندكم عزيمة أو حفلة أنكم أنتم خليتوا هذا الشخص جداً مهم وأنه هذا الشخص أنه يجي الحفلة هذا يعني وإذا ما أجابكم في الحفلة يعني شيء ثاني وكنتم متأكدين أن هذا الشخص المهم رح يجي بيتكم فإذا بعد ما دعيته هذا الشخص المهم فأنتم ما رح تكونوا مرتاحين هل رح يجي ولا ما رح يجي أنا ما أظن أنه رح يجي أظن أنه ممكن أنه يكرهني ممكن أنه جاد ممكن يمزح ما رح تكونوا مستخي ولكن الآن فكروا بهذا الأمر بشكل مختلف خلينا نقول أنكم تعرفون شخص أنكم مثلا صديقكم المفضل وأنتم واسقين فيه وأنه أفضل صديق عندكم تشوفونه دائما لا يوجد أي أهمية أكيد تريد أن تأتي لبيتي لكي تتعشى يقول صديقك أكيد أنتم مستغفين في بيتكم لكم تعرفون أن صديقكم سيأتي ويتعشى معكم ولكن إذا لم تشتغلتم منكم السؤال أن تسأل سعطا ونكن تسألون وبعدين تشكون وبعدين تصورون مجانين في مخكم هل راح يجي ولا ما راح يجي فهذا الشيء ما في استرخها ففي ناس لما يسألون أوكي أنا أريد فلوس أكثر فهم ما يسترخون لأنه هم قرروا أن المال ما راح يجي فإن وجهة نظرك تخلق واقع أنتم قررتوا أن المال ما راح يجي بيسر فأنتم على الحين تحاولون تسترخون أكيد ما راح يجي هل هذه معلومات كيرة أن هذا الشيء اللي سألنا هل هناك أي سؤال لراين هنا عن المال عن الأعمال هل تجيوكم حطوه في الشات أو ما ترفعون إيدانكم وتسألون بشكل مباشر ما يحتاج تتبونه في الشات ممتاز حسنا عندنا دعاء رفعت إيدها مرحبا دعاء مرحبا دعاء مرحبا كيفك إذن في هذه الأيام عندي هذه المشكلة ما أدري إذا كانت مشكلة أو لأني أنا قررت أنها مشكلة لما أنا أستقبل المال أنا أصرف كله أنا ما أشيل شيء منه أنا أصرف كله وكأنني أحذف كله أنه ما أبغى على طول أصرف كله فأبغى أغير هذا التصرف أبغى أني ما أبغى أصرف كل أموالي وأنه ما يبقى لي ولا شيء هل تحبين المال حقيقة هلو أنت متأكدة أنني أكون كثير مغمورة لما يكون عندي أموال كثيرة هل أنت إذا كنتم تحبين المال ما رح تحسين أنك مغمورة أو أنه شيء كبير عليك الأشياء اللي تحبينا أي إن كان ما تحصلين عليها تبين أيها الكون أجلب لي أكثر أكثر ولكن الأشياء اللي تحسيني ممكن تكون هذا شيء كبير هذا شيء مغمور يغمرني تبعد بعيد فأنت هنا تبعدين عنك المال فتصرفينه كله نعم بالضبط هذا الشيء اللي قاعد يحصل لي بالضبط كيف أغير هذا الشيء كيف ما أكون قلقانة فيما يخص المال أوكي أحد الأشياء فيه أشياء كثيرة ممكن تعملينها وفيه كثير من الكلاسات والكتب اللي ممكن تساهملك أحد الأشياء اللي ممكن ساعدتني منذ سنوات عديدة هي أني أنا سألت نفسي أسئلة إيش الشيء اللي أكره عن المال خلينا نعمل هذا الشيء الليلة أوكي كلكم أي أن كان أي أشياء التي تظهر بمخكم خلينا نعمل توضيح لها حقيقة إيش الشيء اللي تكرهون عن المال ونقول لا أنا ما أكره المال أنا أبو المال وثنو ما يجي في الحقيقة أنا أكره المال كل ذلك وأكثر هل أنه تجمر وراء دم خالق حقيقة إيش الشيء اللي تكرهون عن المال كل ذلك أكثر هل أن تجمرون وثنو من خلقه إيش الشيء اللي تكرهون عن المال مع كل طاقة ثقيلة هذه ما يزال كثير أشياء لا واعية في كرهكم للمال وهي شيء ليست سهلة أنه المال يجيكم أخذ مني أسابيع لما أقول أسابيع ما أقول أني أعمله مرة واحدة في اليوم لا أنا أقوله بشكل أي أن كان عندي واتفاضي أصير أقول أيش الشيء اللي يكره عن المال في شيء يظهر لي أعمل له توضيح ممكن تظهر لي ذكرى أو عاطفة تظهر لي أو شعور فمثلا يكون عندي شعور وما أقدر أوصف أعميني يهدام على طول أعمل له برنبوك وكنت مرة ملتزم أني أغير واطع المالي واستخدمت الأدوات بشكل غير متوقف وفي أشياء تتغير في واقع المالي فإيش الشيء اللي أنتم تكرهون عن المال كل ذلك أكثر عن المجمرون عندما خلقه في هذه الليلة ما عندي كثير وقت طويل إني عشان أروح إني أتوقع أكثر بهذا الموضوع فأنا أوصيكي إني في تقرين كتاب المال ليس المشكلة وكيف ممكن تكون المال الكتاب حق التمارين ممكن تعملينه هو اسمه كتاب التمارين إنكم أنتم تتمرينين عليه ممكن تقرونه للمتعة لأنه بداخل هذا الكتاب في 13 سؤال لما أنتم تجاوبونها يطلب منكم تكونون جدا صادقين مع أنفسكم علشان تبحثون إيش وجهة نظرك عن المال وتبدؤون في توضيحه وتتغير الأمور بالنسبة لكم وأكيد أنه هذا كتاب الثروات الحقيقية لك هو كتاب جدا عظيم وهذا أيضا الكلاب اللي راح أمل بتيسيره في جدة في الشهر الجاي فأنا جايد جدا للسعودية للمرة الأولى في هذه الحياة فأنا نظرت للطاقة إذا أنت ما حضرت المقدمة حتى الزوم المفتوح هذا قالت أني ميسر ثلاثة الحقيقية لك وهي ضيعت تم مشكد أني ميسر فأنا ما أقدر أني أعمل قائمة خليني أحاول خليني أحاول يعني أنا ميسر تخاطب مال كينونات ميسر إكتمان ميسر البهجة للأعمال ميسر علاقات طريقة مختلفة ميسر العمال بطريقة مختلفة متقدم ميسر فيه أشياء ما أتذكرها الحين عندي أشياء كثيرة فلما شفت الطاقة إيش الشيء اللي ممكن يخلق أكثر بالسعودية وإيش الشيء اللي ممكن يساهم أكبر الشيء اللي ظهر لي هو أنه الثروات الحقيقية لك يومين ونص فهذا كلاس رح أقوم بعمله في جدة ومخي ما يشتغل كويس الحين لأن الساعة ثانات الفجر الحين فما أتذكر إيش الكلاسات الثانية رح أعملها بجد ممكن ترأي ممكن تقول أنا ممكن أقولها الحين ممكن أشارك لكم الكلاسات الحين وممكن كوكو ممكن أيضا تعمل تكتبه في الشات الحين خليني أقولكم الحين عندنا في كلاسات في جدة مع رايين كيف ممكن يكون أفضل وإيش غير ممكن شكرا لهذا المكالمة فتحت لي أشياء كثيرة في حياتي وأعطتنا مساحات كبيرة فعندنا كثير من أدوات ممكننا لعب فيها أنه أحيانا نحتاج أنه أنا كثير قوي في الكلاسات الحضورية ففي جدة بداية من سبتمبر خمسة سبتمبر اكتبوها في تقويمكم في يوم خمسة سبتمبر عندنا لقاء وتحية مع رايين منجاني وعندنا في يوم ستة سبتمبر أن تحصل على نتك في العلاقات فهو من تخصص المعافية الحقيقية لك فعندنا الأعمال بطريقة مختلفة من ميسر متقدم وما عندكم أي متطلبات سابقة لهذه الكلاسات فإنه أكتسي تغير كل شيء ففي يوم تسعة سبتمبر ممكن أتكلم شيء الحين بالنسبة للقاء والتحية أرجوكم أحضروا أنا ما أعرف إيش راح أتكلم في اللقاء والتحية المجاني ممكن أن نتكلم عن أي شيء فقط تسألوني أي شيء وإننا راح نمشي مع الطاقة ونتكلم عن كل شيء وبعدين بالكلاس اللي بعد لكم أنتم تحصلون على أنفسكم في العلاقات هذا شيء يطلبكم أن تكونون حقيقة تكونون شجعان كثير لأنه في ناس كثير يضيعون أنفسهم في العلاقات أنتم هنا تعملون معافاة لأن في العلاقات لا تحصلون عنفسكم تحصلون عنفسكم في العلاقات وهذا اختصاف المعافاة الحقيقية لك وبعدين عندنا الأعمال بطريقة مختلفة في ناس كثيرين تعرفونا فنعم هذا أول جدا شاكم لي يا ثري ترجو شكرا ونعم في يوم 11 سبتمبر لكم تحلقون حياتكم هذا الشيء الوحيد اللي أقدر أتخلع عن هذا الكلاف هذا كل شيء تحتاج أن تعرفون في يوم 12 راح يكون أيضا في جلسة تذوق السمفونية الجماعية ممكن تحضرونها حضوري ممكن تتكلم عن تذوق السمفونية الجماعية في قناة تليجرام ممكن أنكم انضميتوا لتذوق السمفونية أو سماك بتسجيل هذا الشيء كان أونلاين فرح نعملها حضوري في جدة فاللي حاب يحضر أنا ما أنا متأكد أيشة العنوان لما أعرف راح تعرفون أنتم أكيد جميل وفي يوم 14 سبتمبر عندنا الثروات الحقيقية لك المقدمة ممكنكم تجون وتحضرون أونلاين وخضوري وفي يوم 15-16 عندنا الثروات الحقيقية لك فهو يومين ثلاث يومين فهو برنامج كامل يومين ونص هو كله يومين ونص الثروات الحقيقية لك والكلاث نص سيكون حضوري والمقدمة ممكن تكون أونلاين أو حضوري هل ممكن تتكلم عن الثروات الحقيقية لك الناس لم يتم تعليمهم عن المال لما كنا صغار لما نلاحظ شيء اسمه الموال لما كنا أطفال كان مرتبط بالدراما وكل الأحكام وكل كراهي وإلا أنكم تضحون بوقتكم وبسعادتكم لازم تعملون أشياء ما تحبون عشان ترضون الناس أنتم ما تحبون عشان تحصلون عن المال لما ننظر للوالدينكم أغلبكم نجي من عوائل عادية وطبيعية هو كل شيء أننا نشتغل نكرف كثير ونضح بشيء علشان نحصل على المال ما في أحد أبدا علمنا إيش هو المال حقيقة فالثروات الحقيقية لك هي أنتم تستخدمون وعيكم علشان تعرفون إيش هي واقعكم المالي تبدأون تطرحون أسئلة أنت تظهر وأنتم تختارون عشان تظهر وأبدأ ما تستكلمون شكرا لك شكرا لك أنا ما قدر كل الكلافات تبين حماسية ورح نشارك كل شيء في قناة التليجرام بالتأكيد في يوم السبتاش رح يكون في ثلاث مقدمة السنفونية رح تكون حضوري في هذا الثلاثة رح يكون في ليلة توضيحية لا لا لن تكلم خليني أتكلم عن فريقنا كان يتكلم عن الحب ففي أحد يتكلم عن الحب عندنا رومانسية مين الرومانسية قلت أنا رومانسية لا تتكلمون شيء سيء عن الحب فكان رايان يقول لحظة هنا ماذا لو عملنا ليلة توضيحية أنا مراح أستنى لمعجل الجدة خلينا نعمله رح نعمله هذا الثلاثة اسمه الحب المشتت لك إيش الشيء اللي قلت لما أنت ما يكون عندك المشتت المغروز كالحب كمشتت المغروز مو فيكم أنتم تستمتعون بالحب حقيقة إذا كان عندكم سنقول عملتم الأثاث أو أنكم قريتوا كتب لأكسس أمكم تحضرتوا أكسس أنتم عرفتوا أن الحب مشتت مغروز ما هو المشتت مغروز الشيء انغرص فيكم علشان تسم التصميم وعشان تشت تون عشان ما يكون عندكم خيار فهذا السبب أنه فينا ينجنون لما يكونوا في حالة حب فهذا أنه مو أنه الحب سيئ ولكن إذا أنتم عملتم توبيح لهذا المشتتات المغروز عن الحب فالآن تختارون أنكم تحبون شخص ويحبون بالخيار يكون عندكم حرية ويكون تستمتعون بالحب فهنا أنه الحب يوقف أن يكون شيء يحدكم ولكن يكون الحب شيء يوسع لكم ويوسع حياتكم خلوا الحب يوسع حياتكم نعم هذا كأنه لوجو للتي شيرت أنا قاعد نطفع عليه راح أسرق منك أشياء وأبدأ البزنس حكي عادي عندي بركاتك شكرا زيلا رايان شكرا أنت كبير هدية شكرا لأن أنت حقيقي وإحنا كبير متحمصين أن نشوفك في جزة في دس أسابيع قليلة كيف ممكن يكون أفضل شكرا وإيش غير ممكن فإن أحاول أنك تفضي بطنك على الأكل كثير الحلو اللي موجود في السعودية وممكن يكون مرة صعبة بالنسبة لي مو علشان عندي أي وجهة نظر في أكل السعودية في الحقيقة أنا دائما أكل مرة وحدة أو مرتين في اليوم ووو ولكن جسمي يتغير الجسمي يتغير كثير ففجأة يحتاج أكل قليل وإني أنا أخسر كثير وزن فقط أني أسمع الجسمي ففي أغلب الوقت أنا ما أقصد جسمي أنه يعكل أشياء لما هو ما يبغى يعكل أوكي لاحظ شكرا شكرا ونشوفكم كلكم يوم ثلثة في الليلة توضيحية ورح نشارككم كل التواريخ وكل الأشياء وكل الأشياء التي تريدونها تسجلونها في قناة سيليجرام وقريبا جدا راح تحصلون على تقاطيل في الكلار الحب المشاتت لك الليلة توضيحية فإذا كنتم محتمين ممكن أشوفكم مرة ثانية أونلاين يوم الثلاثة أوكي شكرا رايان شكرا جميعا شكرا شكرا لكم شكرا شكرا لكل الأسلام مطروحة إذن أتمنى أتمكن كنتمتعت بالزوق أتلام باي باي وشكرا باي